العيد على ادون الخزانة لسه مستمر في الارتفاعات تعالوا بنا النهاردة نعرف نتيجة طرح الاسبوع الرابع لاغسطس عشرين اتن وعشرين ونعمل مثال عملي على الشيط اللي انا زيبها لحضراتكم في صندوق الوصف بناء على طلب لحضراتكم ان احنا نعمل مثال عملي ونشوف بتتطبق عليها ازا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في حلقة جديد من حلقة المصرف كثير من حضراتكم طلب مني ان احنا نعمل مثال عملي على ازاي نستخدم الاشيط اللي انا سايب الربل بتاعها لحضراتكم في صندوق الوصف علشان تقدروا تحسبوا منها بدون الخزانة والعائد اللي بيجي لحضراتكم منها وهنعمل دمع بعد بعد ما نستهر نتيجة طرح الاسبوع الرابع اغسطس عشرين اتنين وعشرين ودون الخزانة العائد بتاعها بيصرف بالخصبة مقدما زي ما حضراتكم عارفين وهي الحد الادنى بتاعها خمسة وعشرين الف جنيه ومضاعفاتها وهي اداء من ادوات الدين الحكومي اللي بتصدرها وزارة المالية واللي بينوب عنها في الاصدار ده البنك المركزي اللي بيعمل طرح يوم الخميس بالنسبة المدة التلتمية اربعة وستين يوم والماتين وتمانين يوم اللي هي بتروح البنك قبل الساعة العشرة صباحا علشان تقدر تقدم الطلب العطاء بتاع حضرتك ويدخل السوق الاولي وتحصل على العائد اللي بيصدر من البنك المركزي بناء على اللي بتحدده في الطلب بتاعك حضرتك ممكن تحدد سعر فايدة معين او ان انت تكتب متوسط سعر العائد فبالتالي متوسط سعر العائد اللي هيجي لك بقى انت ضمنت ان العطاء بتاع حضرتك هيتقبل وفي نفس الوقت بتاخد سعر فايدة معهم في بعض البنوك ما بتاخدش اي عملات او مصاريف على ادون الخزانة زي ما اتفعنا ان بنك الاهل المصري من ضمن البنوك دي وبس في بعض المنوك بتاخد مصاريف زي بنك مصر اللي بياخد نصف الالف بحد اقصى 500 جنيه ده كده السوق الاولي زي ما اتفعنا بالنسبة للسوق الثانوي السوق الثانوي بيباع برا عن باقي ايام الاسبوع اللي هي الاثنين والثلاثة والاربعة وده بيباع برا حاجة من الاثنين ان البنك بيكون اشترى ودوم خزانة من السوق الاولي وبيعمل لها اعادة بيع للعمل بتاعته مقابل ان هو بيديهم عائد اقل من اللي تم طرحه في السوق الاولي وبيصل هو على الفرق العائد ده كهامش ربع او ان حضرتك مثلا اه عايز تسترد الاذن بتاعك حصل اي ظروف وعايز تسترد القيمة بتاعته هنقول كمثال ان الاذن بتاع حضرتك ودته تسع شهور وجيت بعد ست شهور عايز تسترد الاذن الاذن ده هيتم بيعوا مرة اخرى في السوق الثانوي بس بالمدة اللي فضلة فقط اللي هي التلات شهور فبالتالي هو بيعمل اعادة بيع للاذن ده على مدة التلات شهور بالعائد اقل من العائد بتاع السوق الاول هنتلين نتكلم مع بعض النهاردة على نتيجة طرح الاسبوع الرابع من اغسطس عشرين اتنين وعشرين واول مدة هنتكلم عنها هي مدة الواحد وتسعين يوم او التلات شهور والحد الادنى للعائد سجل تلاتاشر فاصل مية واحد وتسعين في المية والحد الاقصى سجل ستاشر فاصل مية اتنين وخمسين في المية ومتوسط العائد سجل ستاشر فاصل مية وتلاتاشر في المية والصافل تقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود اتناشر فاصل تسع وتمانين في المية وكده متوسط العائد سجل ارتفاع عن الطرح السابق لما مدة المية اتنين وتمانين يوم اول ست شهور فالحد الادنى للعائد سجل خمستاشر في المية والحد الاقصى سجل ستاشر فاصل تلتمية تسع وتسعين في المية ومتوسط العائد سجل ستاشر فاصل تلتمية ستة وستين في المية والصافل تقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود تلاتاشر فاصل زير وتسع في المية وكده متوسط العائد برضو سجل ارتفاع عن الطرح السابق وبالنسبة لمدة المتين تلاتة وسبعين يوم اول تسع شهور الحد الان العائد سجل اربعتاشر في المية والحد الاقصى سجل ستاشر فاصل تلتمية واتنين في المية والمتوسط العائد سجل خمستاشر فاصل ربعمية واتنين في المية. والصافل تقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود اتناشر فاصل تلتمية واحد وعشرين في المية. وكده متوسط العائد سجل منخفاض عن الطرح السابق. نيجي الاخر مدة معنا وهي مدة التلتمية اربعة وستين يوم او السنة. والحد الادن للعائد سجل اربعتاشر فاصل تلات تسعات في المية. والحد الاقصى سجل ستاشر فاصل تمانين في المية. ومتوسط عائد ستاشر فاصل ستمائة واربعة في المية. والصفل تقريبي بعد خصم الضريبة هو تلتاشر فاصل تمانية وعشرين في المية. وكده متوسط العائد سجل ارتفاع عن الطرح السابق. نيجي بقى مع بعض النقطة بتاعت ان احنا هناخد مثال عمل ايه وعلى حساب الشيط اللي انا سيب الرابط بتاعها لحضراتكم في صندوق الوصف علشان توضح لحضرتكم ازاي تقدروا ان انتم تحسيبوا قدون الخزانة بالتقريب. اول حاجة هنستخدم ان احنا هنقول ان عندنا ادن خزانة في حدود خمسة وسبعين الف جنيه. والمدة بتاعته هتبقى تلتمية واربعة وستين يوم والعائد هنستخدم الحد الاقصى اللي كلمنا عنه اللي هو ستاشر فاصل تمانين في المية. هنا اول حاجة هيحسبها لي هو القيمة الحليل الجنيه اللي بناء عليها هيحسب لي القيمة الواجب خاص بها من الحساب اللي هي تبقى في حدود اربعة وستين الف متين سبعة وتلاتين. وكده العائد اللي هيفضل في حساب حضرتك هو العشر تلاف سبعمية ستة وعشرين. والضريبة على العائد هتبقى في حدود الفين مية اتنين وخمسين. والصافي التقريبي للعائد هيبقى في حدود تمنتلاف ستمية وتسعة. هنا الصافي التقريبي للعائد انا عامله لحضرتك كتوضيح مش اكتر. يعني حضرتك مش هتلاقي ان هو مبلغ للضريبة مش هتخسم من العائد ويرجع يتخسم من المبلغ اخر المدة. لا هو بيتخسم من المبلغ اخر المدة فقط. انا عاملو كمجرد توضيح لحضرتك عشان تبقى انت عارف صافي العائد اللي جاي لك كام. يعني مش هتلاقيه لا موجود في الحساب ولا في البيان الادن. ولو حضرتكم حابين ان انا شير الخنة دي يا ريت سيبولي في التعليقات ان انا ان يتم استثناء الخنة دي من الحساب. وكده المبلغ هيبقى في اخر المدة اتنين وسبعين الف تمنمية سبعة واربعين. ده كده ببساطة طريقة استخدام الشيت حساب بدون الخزانة ونتيجة طرح الاسبوع الرابع من اغسطس عشرين اتنين وعشرين. ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي. يا رب كنت ارتفادكم بالموضوع ده. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس انشان تتركوا اشارات الحلقات الجديدة. ولو الحلقة عجبك ادوسوا لايك وتعملوا شير عشان ما استقدر تستفيد. ولو ما عجبك اعمل ديس لايك عشان يهمينا اننا عرف رأي حضرتك. واشوفكم على خير محمد. اشتركوا في القناة